الشهر تامن في الحمل البيدي بيبقى كبر زيادة شوية فبيبدأ ياخد حيز كبير قوي من بطنك فبيبدأ يغلس على الأعضاء المحيطة فممكن تلاقيه بيضغط على المسانة فتلاقي إن حضرتك بتخش الحمام بشكل أكثر تكراراً ممكن كمان تبيت خايفة حتى من شرب المياه وده غلط لازم تشرب المياه خش الحمام فيش مشكلة وممكن تلاقيه كمان في تسارب بول يعني مثلا انت بتحكي أو بتهزاري تلاقيه شوية بول حرفياً الضحكة ببنطلون الكحة ببنطلون العطسة ببنطلون ويا سلام لو احنا في الشاتف برضو ممكن يضغط على المعدة فبجانب الحاجات الانتغارات الهرمونية اللي ممكن تسبب اللي احنا نقول عليها الإحساس بالارتجاع والحمودة والكلام ده كله البيب هيضغط على المعدة فبالتالي الكباسة مش تبقى حسن حاجة ومضوع الحمودة ممكن لقيه إنه مزات شوية هيضغط على الرئتين والحجاب الحاجز فتلاقي إن انت مش قادرة تغضي نفسك أحياناً لما تيجي تنامي وبالتالي بننصحك إن انت تحطي مخدات ورى ظهرك ولو عندك ديء تنفس أو نهجان خاصة لو من غير ما جهود لازم تقولي ده للدكتور بتاعك خوفاً من هو يكون عندك مشكلة في القلب بعض الشر كمان ممكن يضغط على الأوعية الدموية فبالتالي ممكن يسبب لك شوية دوالي أو بواسير البيب ممكن يضغط على الحاجات كتير قوي يسبب لك شوية أعراض ومشكلات حلك اللي انت في المقام الأول تقولي للدكتور عشان يستبعد الوحش قبل ما يطمنك ويوصف لك بعض الأدوية ويقولك على الحاجات اللي نقدر نخفف بيها من الأوجاع بتاعتك عشان تعيشي بشكل أفضل يمكن pressure symptoms أو أعراض الضغط اللي أنا بتكلم عليها دي واحدة من أكتر المشكلات اللي ممكن تقبلك في الثامن وفي التاسع وأنا عارف إن الموضوع كبير شوية والموضوع مش سهل وبقولي الأزواج ساعدوا الحوامل في الوقت ده عشان الموضوع فعلا بيبقى في منتهى الصخف ولبنا سبحانه وتعالى يجازيكم خير عن موقفكم جنبهم ودعموهم وإن انتوا بتراعوا وتعبهم ومشاكلهم والحاجات دي كلها يمكن من ضمن المشاكل برضو اللي ممكن تتعب الحامل قوي في الوقت ده هو التشنوجات بتاعت الرجل أو عرق الناس عشان برضو الضغط بتاع البيبي على الأعصاب شفتوا الضغط للأسف عن الموضوع فعلا شيد أو الدكتور زي ما تكلمنا قبل كده هيوصف لك شوية أدوية وهيو شوية فيتامينز ومينرالز وهيقول لك على شوية حاجات تعمليها وممكن يصل الأمر ليه؟ العلاج الطبيعي تكلمنا عن موضوع ده الفيديو بتاع الشهر السبب فمش عايزة أكرره تاني عشان ما بقاش سخيف ولا قرره تكلمنا برضو الشهر اللي فات عن الفرق من الطالق الحقيقي والبراكستون هيكس وكلمنا عن براكستون هيكس فمش عايزة أكرر الكلام تاني بس اللي عايزة أقوله المرة دي إن القلق والتوتر في الحمل وواحد من أكتر الأعراض اللي ممكن كمان تزيد في الوقت بها لإنك إنتي قربتي على الولادة ومهما الأم كانت مرت بتجرب قبل كده إلا إن هي بتيجي كل ما تقرب لحظت الولادة بتصاب برعب وقالة غير طبيعي هو مش غير طبيعي الحقيقة هو طبيعي إن هو ده يحصل يعني واحدة داخل عمليات مش عارفة إلا يحصل في العمليات هل هخرج أنا كويسة والبيبي كويس ولا لا؟ هل ممكن يحصل لمضعفات المضعفات اللي ده كترة بتكلموا عليها؟ طيب هل أنا ممكن البيبي أصلا يخشه حضانة؟ طب ده ممكن يموت في الحضانة ده أنا أصلا ممكن أخش الرعازة يا قربتي مش عارف اللي حصل فيها إيه طب الجرحة يبقى إيه؟ هيبقى كويس ولا لا؟ طب جوزي طب أنا هتحامل إزاي مع البيبي طب أنا قد مسؤولية البيبي كمان أصلا طب العيال التانية هعمل فيهم إيه؟ طب ده أنا مش عارف إيه؟ طب الشغل طب جوزي مين اللي هيحضره الحاجة؟ ضلمة وحاجات في عقلها يعني طبيعي جدا أنها تبقى الآن هو متوتر لأن يعني أعرف الواحد لما يبقى عنده مشكلة في الشغل إنت لما يبقى عندك مشكلة في الشغل تبقى شوية متوتر وألقانه طب العيال طب أنا مش عارف إيه؟ طب متخيل بقى هي حرفيا يعني داخل على مجموعة من الأحداث المصيرية اللي ممكن أي حدث فيهم يغير توتالي من حياتها داخل عليه وخايف يكون فيه تشوائط طب ده ممكن يطلع له أحمى طب حيانا الأمهات كمان يعني بتزوج شوية التفكير من كتر عدم الكلام ونها بتجبت جواها فالقلق والتوتر ده وارد جدا هو أحسن وبنصح الأم شوية نصايح وبنصح الأهل شوية نصايح في الوقت ده عشان نقدر نتعامل معها المشكلة دي أول حاجة بنصحها الأم بقول لها كن لن يصيبنا إلا ما قطب الله لنا أنت مهما تفكري ومهما تعملي ومهما تقولي فأنت يعني مش هيسيبك اللي ربير سبحانه وتعالى كانت تفكيرك من عدم ونش هيزود ولا ألي حاجة كمان بقول لهم يا جماعة دايما يعني ممكن من الوقت نفتكر آية كده بتقولك لإلافي كريش يعني إيه لإلاف يعني أنا مش عارز أخليها دينية قوي بس إلاف دي هو إن كريش ألفوا وتعودوا على نعمة إن هو بيجي لهم إيه كافلة الشتاء وكافلة الصيف مش زي العرب كلهم كانت التجارة عندهم سرية بشكل أكبر وكان ربنا سبحانه وتعالى بيخليهم في نعم كتير قوي عشان كان عندهم الكعبة وبيت الله الحرام فأنتي مش عايزك برضو يعني إحنا برضو ربنا سبحانه وتعالى وتخيلته حيوان مانوي مايكروسكوبي وبويضة مايكروسكوبية بيتقابله في مكان في الجسم معين وبيحصل التلقيح اللي بيحصل ده في مكان معين وبعد كده الانغراس البيبي يتزلع في البطانة في حتة معينة حاجة في منتهى اللي بتاعه وبيقول بيبي بقى الحخلية تتكون والبيبي يكبر وما حصلت الشوهات وتكون الأجهزة وكلام ده حاجة في منتهى الإعجاز لحد دلوقتي الكتب مكتوب فيها علامات السلام كتير قوي أنن 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 فالحاجات دي كلها مش معروفة والعلم مش وصل الله وهي نعمة إحنا ألفناها ومن كتر إن إحنا ألفناها بقنا البيلي ده جايلك نعمة من عند ربنا فنعمة ربنا إن شاء الله توصل لك كاملة مكتملة وما فيش أي داعي للقلق وزي ما أنت سيعرف أن هي نعمة من ربنا سيب الأمور كلها على ربنا وخليكي واثقة ومؤمنة تمام الإيمان إن ربنا سبحانه وتعالى مش يكتب لك إلا الخير حتى الحاجة لو في ظاهرها شر ففي الآخر برضا هتكون خير فأنا مش عايزك تقلقك مش عايزك سوتاري عايزك لو في أي حاجة اللي أنا منها تكلمي اللي حواليك يعني أنت لو عندك مشكلة عائلية كلمي جهوزك وأهلك عندك مشكلة في الشغل كلمي زميلاتك في الشغل عندك مشكلة طبية أو خوف من أي حاجة سألت الدكتورة أو الدكتور بتاعك منما كونك أن أنت سكتة قامتها عملة وبعدين بقى في ناس ببقى يعني حاجات عبيطة يعني مثلا في واحدة كانت فضلت تفكر أشهر طويلة جدا 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 عشان قارت فيه الفريستراماستريك ألتراساوند أنومالي سكان اللي هو الفور دي بتاعي وآخر شهر الثالث لا ريسك لا ريسك دي يعني الحمد للأمور كويس هي فاكرت لا ريسك يعني في ريسك بس لا فقعدت تفكر وكبرت الموضوع ودخلت في قلق وتوتر وموضوع مش مستاهل ده كله فأرجوكي دايما أول بأول اتناقشي في قلقك ومخاوفك وأرجوكو يا أهلها لو لقيتوها في بداية قلق أو توطر أو داخل على اكتئاب أو حاجة أرجوكم من إحنا الحق خلو بالكم إن إحنا لازم نتقرم بين كذا وتأول حاجة فيه قلق قلق طبيعي أنه يحصل وأي واحدة لازم تقلق وأنا هنا مبقولكيش ما تقلقيش يقلقي ولكن بالعقل فيه درجة تانية حاجة اسمها قلق مزمن أو قلق زيادة عن اللزوم فيه حاجة اسمها اكتئاب فيه اكتئاب شديد أو حاجة اسمها severe depression أو فيه psychosis ومشاكل بقى أكتر من كون اكتئاب فيه مشاكل تانية نفسية يعني ممكن تفصل مع الحق أنا مش عايز أشغل بالكم بيها قوي بس يعني برضو لو قلقانة أو متوترة ممكن تقول للدكتور الدكتور لو لقى الموضوع زياد عن اللزوم ممكن يحاولك للpsychiatrist ناخد رأيه في لو محتاجين علاج أو لقى لإن خلي بالك ده ممكن يخليكي عرضة إن إنتي يحصل لك حاجة اسمها اكتئاب ما بعد الأولادة أو المشاكل النفسية التالية ما بعد الأولادة ربنا يا قيكي يعني أنت وكل اللي بيحبوكي وكل الحوامل يا رب من المشكلات دي وكل أموركو تبقى زي الفل هو ابتلاق من عند ربنا سبحانه وتعالى ابتلاق صعب شوية الـ situation اللي انت فيه بالأعراض بالحاجات دي كلها ولكن لا يكلف الله نفسا إلا إيه إلا وسعها وانت يقد المسئولية دي وربنا إن شاء الله يكرمك وانت يقد البيبي وتربية البيبي ما تفكروش تربية البيبي كل حاجة هتبقى زي الفل بس انت ابتسمي وتحكي وحميدي ربنا سبحانه وتعالى عن نعمة اللي رزق بيها إن شاء الله أموركو كلها تبقى زي الفل نكلم بقى عن البيبي في الشهر التامن لو كلمنا دلوقتي على الأسبوع الـ 32 فنلاقي إنه طول البيبي حوالي 42 سنتي واربعة من 10 في حجم الكرافس تقريبا البيبي الحمد لله رب العالمين يعني كل يوم بيتغير عن يوم اللي قابله بس هو كل يوم بيجهز أكتر عشان خاطر يقابل العالم الخارجي كل يوم بيبقى أحسن من اليوم اللي قابله اللي أسبوع بقى الثلاثة وثلاثين فطول البيبي تقريبا حوالي 43 سنتي وسبعة من 10 يعني في حجم الأناناس والأناناس مختلفة عن كانتالوب يعني إحنا فيه تربية غلط في الناس اتكرت يعني بتخليب بين الأناناس وكانتالوب بواحد دلوقتي بتفكر إيه الأناناس اللي طوله 43 سنتي ده يا أخوي لا ده الأناناس مش كانتالوب عايز أقولك إن في الوقت ده من الحمل عظام البيبي بتتصلب بتتصلب يوم وراه التاني عادة أو يمكن مش معادة الحقيقة يعني هو عظام الجنجمة بتاعت البيبي بيبقى ليها شكل خاص ودي من عظم ربنا سبحانه وتعالى يمكن بنتكلم على الولادة بعد كده بشكل أوضح وأكثر تفصيلا يمكن عظمة البيبي والجنجمة بتاعت البيبي بقى التخوين بتاعها بيبقى بشكل تاني عشان خاطر يلائم الولادة إن شاء الله رب العالمين عشان عظم الجنجمة لما ما يبقاش ناشف قوي يبقى فيه حتة فراغات بشكل معاين كده بتساعد إن هو يحصل حاجة اسمها مولدن فتلاقي إن عظم الجنجمة بتاع البيبي ممكن لو وصلنا النقطة معاينة في الولادة ممكن يركب فوق بعضه عشان خاطر يسغر شوية حجم الراس عشان تعديه بشكل ثلث ودي من عظمة وجمال خلق ربنا سبحانه وتعالى وإن هو خلق كل شيء بأحسن تقدير بخش بقى في الأسبوع الـ 34 في الأسبوع الـ 34 بقى البيبي طوله حوالي 45 سنتي قد الشمامة والشمامة بتاعنا غير الشمام بتاع بقى عشان حوار بقى اللي بص يا جماعة أنا بقول لكم حجم الفاكهة اللي إيه اللي هي في معظم السورس بيقولوها فيعني تخلي الشمامة اللي أنا حطيت صوراتها تخلي الشمامات تاني في الأسبوع الـ 35 بقى طول البيبي بيبقى حوالي 6-40 سنتي واثنين من عشرة وعايز أقولك إن البيبي الحركة بتتبقى أوضح أغلى إن البيبي بيبقى أقوى يوم وراء الثاني بيبقى أكبر فطبعا حركته تبقى مختلف أما بقى بالنسبة للمهام الشهر ده فأول حاجة في الشهر ده بنبدأ إحنا وأعظم دكاترة كتير هيبدأوا يكلموك على الولادة هيبدأوا يقولولك إيه اللي إحنا محتاجينه في الولادة وإيه الفرق من الولادة الطبيعي والولادة الكايساري وإيه إحنا بنفضل الولادة الطبيعي وإمتى بنحتاج لكايساري وإيه الحاجات اللي إحنا ممكن نعملها من دلوقتي عشان نساعد على الولادة الطبيعي وإيه الرزقات بتاع كل ولادة وإيه إحنا بنفضل دي في بعض الأحيان ودي في أحيان أخرى ممكن كمان إن إحنا نتكلم أو نسمع أسئلتك لو إنتي عندك أي حاجة مخاوفاكي أي نقطة عايزة ترد عليها بنبدأ نتناقش فيها بس أنا أفضل إن إحنا بنديج تعليمات معنا وبقولك المرة الجاية لما تقري التعليمات دي إن شاء الله نبدأ نتناقش ونسمع أسئلتك كمان بنبقى في الوقت ده بقولك إن إنتي ممكن نبدأ نجاهز الشنطة بقى يعرفت إن ما أتأكدت ولا لسه طيب تكتريش زي ما إحنا قلنا في الحاجات عشان خاطر البيبي هيكبر بسرعة ما تجيبيش حاجات غير ضرورية وممكن نستعين بالمستعمل أو نستعين بالعائلة أو المعارف عشان خاطر تكملي الشنطة بتاعتك مفيش أي حرك في ده بس عشان خاطر الحاجات دي ما بتستعملش الفترات طويلة فإنتوا أولى إن انتوا تتكافلوا في هذا الأمر وربنا سبحانه وتعالى يجزيكم كل خير على هذا التكافل الجميل بس برضو حوزي على حاجة الناس لو خطيها وترجع لهم داني ها ترجعيها حطوا بمني دلوقتي بقى أن إنتي تتطمني على التمارين اللي إنتي بتعمليها تبدأي تعملي التمارين بتاعتك أول بأول تتطمني إن إنتي بتاكلي كويس لإن البيبي محتاج أكل بتلاقي وزن البيبي دلوقتي بيكبر بمعدل أكبر أنا عارف إن إنتي ملاحظة دا الأكل بتاعك يكون أهم من كمية الأكل نوعية الأكل العام لاكيش بتاكل جونج فودز وأكل مش صحي كتير على قد ما أنا عايزك تهتمي في كل وجبة من الوجبات بتاعتك بالبروتين والخضر والفاكهة وكمان الكربوهدريت الصحية والضهون الصحي فأرجوك يهتمي بنوعية الأكل أحسن من كمية الأكل أنا عارف إن إنتي ممكن تميلي شوية دلوقتي للسكريات والحلويات ولكن إنه ليس الخيار الأفضل لكي ولكن اللي عايزه من حضرتك إن إنتي تهتمي فيه دلوقتي أكتر من كده هو الأكل الصحي يبعد يعني السكريات والحلويات عشان خاطر هتكبر وهكتر وزنك بشكل كبير قوي 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 يصعب استعاب وبعد كده وفي الأخير بجيبها في الطفل تقولي الحمل بوز جسم لا مش الحمل بوز جسم أكلك هو اللي بوز جسم ممكن من دلوقتي سيدي تسألي عن طبيب أطفال عشان خاطر تبدأ إيه فيه ناس بيحجزوا بدري قوي 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 يعني أو بلاد معينة بتحتاج إن إحنا نحجز أو نعمل أي إجراء فأنت تأكده حسب البلد اللي إنتي فيها كمان محتاج يقول له حضرتك إن إحنا محتاجين أنك تتناقشي مع الدكتور بتاعك في إمكانية إن إنتي تعملي تمارين حمل من عدمه وإن كنتي عندك أي مانع يمنعك من بعض التمارين وهو هيقولك على التمارين اللي إنتي عمليها أهية بالزبط فهي يعني اتناقشي وتكلمي في المواضيع دي في واحدة تسأل دلوقتي هتقول لها دكتور أنا يعني معرفش إيه التعليمات اللي إنت بتوزعها للناس في الحالة دي بنصاحك إن إحنا فيه كذا سلسلة هتلاقي فيه سلسلة اسمها الولادة الطبيعي وفيه سلسلة اسمها الولادة القيصري فيديوها كتير جدا بيمكن تشوفيها وتعرفي منها فيه حاجة اسمها الرضاعة وما بعد الولادة برضو محتاجك إن إنتي تشوفيها كمان يعني نقطة مهمة محتاجك حضرتك يعني ضروري إن إنتي تعرفي ثلاث علامات خوف بنخاف منهم قوي تركزي معاهم أول حاجة لو عندك وجع أسفل البطن بيسمع في الظهر المنتظم مستمر تواصل مع الدكتور فوراً لو نزل عليك دم أو مية أو علامة ولادة تواصل مع الدكتور فوراً حاجة ثالثة لو الحركة قلت بنعملوا التقوص اللي إحنا قلناها لو لسه قليلة نتواصل مع الدكتور على طول في أسئلة بقى كتير ممكن تسألوها الوقت ده زي هل الولادة الطبيعي أحسن أو الولادة الكيساري طبعاً 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 وما فيش أي كلام إن في حالة إن مفيش مانع الولادة الطبيعي فالولادة الطبيعي هي السوبيرير وهي الأحسن وهي الأفضل وكلنا بدي بقى عايزينها في الأول ولكن لو في مانع للولادة الطبيعي أو رزق عالي شوية بنبدأ إن الدكتور بيعمل الكاونسلين بالرزق ده لو أنت متقبلاه بنبورسيد ونجؤن لو أنت مش متقبلاه إما بقى إن إحنا تلجأي للولادة الكيساري أو تاخدي كونسلتيش من حد تاني وأنا دايماً والله بنصح الأمهات كلها بقول لها أنا شخصياً أنا هو لو أنا قلتلك يعني أحسب إن انت واسكة فيه يا أي حد يعني أنا بقول لهم لو أنا قلتلك أنا شخصياً أنا بنصحها والله بقول لها يعني لو أنا قلتلك إن انت تولدي كيساري أو أنا شايف إن انت تولدي كيساري ما تسمعيش كلامي وروح يخدي رأي حد تاني عشان برضو نحافظ على الثقة بأنه إن شتان خلي بالك وحش يعني إن شتان بعد مات يتولدي هو في برسنتج من الناس بيقول له طبيعي دولها وما وصلهم فيش أي مشاكل خاص الحمد لله شتان إيه يعني مش هواس وصلهم أوه في النقطة دي الناس تاني بقى شتان هي وصلهم وقول لك ده أنا ممكن يكون لك نلاقي فرصة ده أنا ممكن يكون الدكتور ضحك عليها أو لا لا عشان ننهي هذا الأمر يروح يخدي وخدي رأي دكتور والتاني والتالت ولو حد فيهم قال لك غير الكلام اللي أنا بقوله ده وإنتي مقتنعة بيه بروسيد معاه أنا ما عنديش مشكلة في ده فيعني إحنا لازم عشان خاطر برضو إحنا الولادة أي من أكتر على فكرة الثقة فلو فيه ثقة متبادلة إحنا إن شاء الله هتلاقي الأمور ماشية بشكل سالس والدكتور مش متحرج من أي رأي أو من أي كرار حيل؟ لو إحنا حسين إن فيه ثقة ليلة شوية أنا بفضل أصلا أو لا والله يعني ما تولديش معاه أنا شخصية ناصر يعني شوفي حتى نتولدي معاه لأن إن مفيش ثقة أو إن الثقة ليلة شوية ده هيفتح باب لحاجات كثيرة طبعا ولا ممكن ما يكونش عندي المشكلة دي هو إلي كده طب يعني البيبي ممكن ما يكونش كان مكعاضي ولا حاجة طب مش عارف إيه طب مش عارف إيه أزمة كبيرة قوي فهأرجوكي أرجوكي أرجوكي يعني إيه خدي رأي حد والتاني والتالت ويعرفي إن الولادة الطبيعي أحسن في حالتها والولادة الكيساري أحسن في حالتها وإما في القيسارية والكلام ده كله يعني ده ليها مخاوف دي ليها مخاوف هنعمل إحنا عاملين قراريدي قبل كده فيديوهات وهنعمل فيديوهات تاني إن شاء الله نتكلم فيه عن مخاوفك من كل ولادة وإزاي نقدر نتعامل معاها وإيه الأوبتمام أو الحاجة أحسن حاجة زي ما نقول نقدر نتعامل معاها مع العالم ده وإيه الحاجات اللي ممكن نلجأ ليها كزيادة وإيه المشاكل بتاعتها وإيه الرزيكات كلام ده كله هنتكلم عنه إن شاء الله في الفيديوهات الجاية ومشوفه في الفيديوهات القديمة هتلاقي برضو فيه يعني نتكلمين بشكل إن شاء الله يعني زي ما نقول مرضي عن الحاجات دي عن الحاجات دي الفحصات اللي ممكن تتعامل في الشهر ده حسب حالتك طبعا الدكتور ممكن يطلب أكتر من فحص بس أشهرهم بنطلب هيموجلوبين عشان نتأكد إن انت هيموجلوبين كويس فيش أي درجة جديدة من درجات الأنيميا بنطلب مغزون حديد طبعا الهيموجلوبين ده بنبقى مستبعدين من قبل وبصورة الدم الكاملة إن انت ما عندكيش نوع من أنواع الأنيميا التانية لو حسنا إن انت كان عندك أنيميا ممكن نطلب هيموجلوبين عشان نشوف إحنا وصلنا لفين وبنشوف مغزون حديد عشان نعرف مغزوننا كام وبنعمل تحليل بول عشان نستبعد لتحبط المسالك البولية اللي بنخاف عليها ونستبعد بعد الشر القلبيوم أو البروتين أو الزلال اللي بيرو عليه في البول وبنستبعد به بعض المشكلات فاسمعي كلامة الدكتور في الفحصات اللي هتطلبها منك ولا يتنسوا الوالد من صالح ضعوكم بالرحمة والجنة والرحمة بالصحة والعافية وزي ما تكلمنا إن احنا بنشوفك المفروض كل إسبوعين وبعض الحلقات كل إسبوع وإن شاء الله رب العالمين ما تنسوش الفيديو بتاع الشهر الجاي بتاع الشهر التاسعة تشوفوه والفيديوهات بتاعت الولادة وأنا ألقاكي على خير ويا ربي أقومك بالسلامة ودايما طلباتي من الأهل يدعموا الأمة في الوقت الكريتكل دا لأنها فعلا تبقى محتاجاكم كلها وكلكم حواليها ربنا يا رب يصل لكم كل الأمور ويفرحكم كلكم بالبيبي على حير وفي أحسن شكل ممكن بإذن الله